في أقل من أسبوع ضربت موجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسير على شمال العراق مواقف غاضبة من الداخل العراقي وكذلك فعل المجتمع الدولي وبفعل فتيل الاحتجاجات في الداخل الإيراني فإن غرف التحليل الأمني للمشهد المتصاعد في طهران يوحي باستمرار الحرس الثوري باستخدام ورقة الضغط على اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني عن طريق استمرار القصف بما رجحه محللون على أنه تعامل أحادي الجانب من إيران دون احترام المواثيق والسيادة العراقية القصف المستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة بعث التساؤل حول طبيعة المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأرض العراقية ومدى تأثيره على طهران إذ يحدث التركيز الهجومي الأخير على مواقع مختلفة لخمس مقرات أحزاب معارضة متواجدة في العراق يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المتواجد في مناطق سيدكان وكويسانجاك وسوران وعصبة الكادحين الثوريين المتواجد في السليمانية وتحديدا في سيد صادق وشار باجير وبنجوين وحزب كادحي كردستان الذي تأسس عام 2008 أكثرهم أهمية أما منظمة خبات فتتمركز على الحدود مع إيران وتحديدا في مناطق ماريوان في حين يتخذ حزب كادحي كردستان من المخيمات مقرات له وحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تأسس عام 2004 وحزب العمال الكردستاني بفرعه الإيراني وبحسب تقرير مركز الإمارات للدراسات فأنه لا يوجد اتفاق سياسي عام في العراق حول كيفية التعامل مع وجود المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم هذا الواقع أجبر الحكومات العراقية المتعاقبة على الاكتفاء باعتماد نهج الاحتجاج الدبلوماسي على الهجمات التي يشنها كل من تركيا وإيران داخل الإقليم وهو ما حدث في الهجمات الأخيرة خطورة تلك الهجمات الإيرانية تفتح بحسب مراقبين الباب الواسع لطهران بتوظيف حسابات سياساتها الداخلية والخارجية كلما دعت الحاجة ما يثقل مسؤولية السلطات العراقية لإيجاد حل جدري يحمي سيادة البلاد اشتركوا في القناة